الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من لقاءات هذه الدورة الطيبة المباركة دراسة كتاب الفقه الميسر يسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة طيبة وأن تكونوا مستمتعين بدراسة الفقه وبدأنا أن الدنيا تبقى أحسن وفعلا نحب هذه المادة الجميلة الرقية اللي بتشغل العقل وبسهل حقيقة من فوائد مادة الفقه أنا الإنسان بيعرف عظمة الإسلام وجمال هذا الدين وإحكام هذه الشريعة ورحمة رب العالمين يحب ربنا قوي اللي شرع الشرع دوت وبيتأكد أن هذا الدين لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن هذا الإحكام والإتقان أن يكون إلا من عند العليم الحكيم سبحانه وتعالى شفنا رحمة إحنا في كتاب الطهارة بس قدي أحكام جميلة وراقية وموافقة للفطرة والجمال والنظافة والرقي قدي إحنا محتاجين نعرف الإسلام كويس وكتاب الطهارة ده يتحط في محاسن الإسلام وما لو تكلمنا على الصلاة والزكاة كل بقى كتاب الفقه ده ممكن كل أحكامه تتحط في محاسن الإسلام لازم نفخر بديننا اليهود كانت بتحسدنا على الطهارة ده قالت كانت اليهود يقولوا للصحابة علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني حتى آداب دخول الخلاق أعلمها لكم وفيش حاجة سببها سبحان الله يعني دي من الثمرات الجانبية لدراسة الفقه زيادة اليقين في الله سبحانه وتعالى زيادة اليقين أن هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى زيادة حب الله الفخر بالإسلام الاعتزاز بالهوية أن انت ترى أن الغرب والحضارات اللي احنا بالناس بتتباهى بها هم حضارات مسكينة تحتاج إلى الإسلام تحتاج إلى الإسلام لكي يرقى الإنسان المسألة مش آلات وتكنولوجيا وتقدم وإنما إنسان بيرقى كم يرقى الإنسان بهذه الأحكام الجميلة خدنا المرة الماضية تكلمنا على المسح على الخفين وتكلمنا على مسائل متعلقة بالوضوء وكده ووقفنا عند المسألة السابعة وإحنا نتكلم في المسح على الخفين قلنا نكملها المرة اللي بعديها وهو المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء المسألة السابعة بعدما تكلم على مبطلات المسح على الخفين اتكلم على المسحة الجبيرة والعمامة وخمر النساء ايه بقى الموضوع دوت عشان عايزين نفهمه الجبيرة هو طبعا الكلام كان المسحة الخفين دلوقتي اتكلم على الجبيرة الجبيرة اللي هي واحد اصابه اصابة كسر او كده فبيعمل جبيرة زي الجبس زي لفافات بيشدها واحد عنده حرق فاحتاج ان هو يعمل ضماضة حد عنده جرح كبير يحتاج ان هو يلفه فعموما الجبيرة بيقول هي اعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتأم طيب دية الحكماء ايه بيقول يمسح عليها حناخدها واحدة واحدة وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف لو وعد مش لازم يكون جبس يعني ممكن يكون لافف ايده لسبب مهم يعني جرح او كده والتي توضع على الجروح فكل هذه الاشياء يمسح عليها بشرط ان تكون على قدر الحاجة فان تجاوزت قدر الحاجة لازمه نزع ما زاد على الحاجة طيب هناك كلمة على حاجتين كلمة نية بتتمسح وكلمة على شرط من شروطها انها تكون على قدر الحاجة يعني ايه على قدر الحاجة ايه هو قدر الحاجة يعني واحد ايده الكسرت مثلا هيجبسها تمام واحد محتاج يثبت ايده لسبب ما هيجبسها او يحط ايه دعامة كده طيب ايه هو قدر الحاجة قدر الحاجة وبقدر الجرح او الكسر والزيادة اللي يحتاجها لتثبيت الجبيرة يعني مثلا واحد اينه مكسورة هي مكسورة هنا هيحط هنا بس طب انا محتاجة كم من الغاية هنا عشان نسبت ايدي او محتاجة كم من الغاية هنا عشان تستمسك فلو هي الجبيرة بقدر الحاجة هو الجزء اللي هو مصاب زائد ما زاد مما يحتاجه الانسان علشان الجبيرة تتماسك فلو الدكتور قال له لازم نتطولها شوية هنا عشان تتماسك او نقفلها على صبعك هنا عشان ما تفلتش منك فديت قدر الحاجة برضو مش لازم تكون قدر الحاجة اللي هو على قد الكسر بس كذلك في الحرق ممكن يلفه ويزود هنا مثلا لفاف علشان تتماسك ما تفلتش فاذا كان على قدر الحاجة ما في مشكلة لكن واحد عمل حاجة زيادة ملهاش تداعي ابدا وزود على قدر الحاجة بدون سبب لا سبب طبي ولا سبب للتماسك نقول له لا لازم تلفها على قدر الحاجة وإلا كده مش هيبقى ليك رخصة في الحتة الزيادة دية ان انت تمسح عليها فهو ده ده كلامه المسألة التانية هو بيقول يمسح عليها وده ده الحكم بقى طيب انا دلوقتي لبست جبس او جبيرة او لفافة بسبب اصابة جرح او كسر وعايز طبعا الكلام على الجبيرة لما تبقى على حاجة في موضع الوضوء لو انا هتوضع او لو في اي حتة بقى من جسمي لو انا في الغسل تمام لكن نفترض ان هي في الدراع عشان تبقى ديك حاجة مناسبة للغسل والوضوء هعمل ايه ساعتها هتعمل ايه هتعمل انت عادي جدا تتوضع عادي بتخسل مثلا وهي في الايد هخسل ايدي واطمضمض واستنشق واغسل وجهي عادي وبعد كده باجي بقى في الجزء دوت لو في جزء من ايدي ظاهر يعني مثلا الجبس من اول هنا مثلا لايت هنا بس لسه في جزء من ايدي ظاهر فالجزء الظاهر بيتغسل عادي تغسله عادي طب والجزء اللي عليه الجبيرة يتمسح عليه كله مش يتمسح على الظاهر بتاعه زي ما عملنا في الخف لا حيتمسح عليه كله كله تشمله كله بالايه بالمسح لانه هو المفترض ده بدل من الايه بدل من العضو فبيمسح تمام؟ ابدا الحكم وورد عن ابن عمر رضي الله عنه وهذه الرواية عند البيهقي وهي صحيحة انه كان يمسح على الجبيرة فقط يمسح على الجبيرة فقط يعني الحكم اللي هو كان بيعمل به انه كان يمسح على الجبيرة لان بعض العلماء قالوا انه هو يمسح ويتيمم والحقيقة يعني التيمم طالما مسح خلاص لا يلزمه ان يتيمم هم الامتة يتيمم يتيمم لو عجز عن المسح كمان يعني لو هو عامل مثلا ايده فيها حرق شديد فالدكتور حطله مراهم على الحرق دوت وقال له والله مش هينفع تجيب عليها مياه ابدا لا غسل ولا مسح فيتوضى فخلاص هو لا عارف يغسل ولا يمسح هيعمل ايه الحل الوحيد دلوقتي انه هو يتيمم بدل الايه بدل الجزء اللي حصل فيه تقصير فلوه لا تغسل ولا اتمسح هيجي يتيمم وحنتكلم في التيمم بيتعمل ازاي وبيتعمل بايه بس مبدئيا نخد الكلمة انه هو بدل ما هو مش هيمسح يبقى ايه حيتيمم تمام يتيمم قبل الوضوء ولا بعد الوضوء يعني مش هتفرق قبل او بعد الاتنين صح وان كان يفضل انه هو يخلي التيمم في الاول وبعد كده يكمل وضوءه ولو خلت تيمم بعد الوضوء مفيش مشكلة تمام يبقى احنا عندنا الاصل انه هو بيغسل الجزء الظاهر او السليم ويمسح على الجزء اللي عليه الدماضة او الجبيرة واذا كان ممنوع حتى من المسح وده يضره فعلا يبقى حيستعيد عن المسح بالايه بالتيمم لكن جمع المسح مع التيمم هو قول موجود لكن بنقول لا يلزم والذي صح عن ابن عمر انه كان يمسح على الجبيرة فقط ولا يتيمم ولا يتيمم طيب بعد كده بيقول لنا واجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر تمام خلينا نقول دليل على مسألة التيمم لو احنا عجزين عن المسح النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه رجل من الصحابة كان راسه اتفتحت فأصابها شجة فاستفت مجموعة من الصحابة لكن ما كان عندهم علم فيعمل ايه كان عايز يغتسل هو بيسألهم اعمل ايه انا لو جبت ماء على جرحي اه 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 قد اتضرر فافتوه انه يغتسل ويجيب ماء على الايه على الرأس فعمل كده فمات فغضب النبي عليه الصلاة والسلام جدا لما علم ذلك وقال قتلوه قتلهم الله لانهم افتوا بغير علم قال صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيه ان يتيمم انما كان يكفيه ان يتيمم وهذا الجزء الذي صح من الرواية انما كان يكفيه ان يتيمم تمام لان هو عاجز عن الايه عاجز ان هو يجيب الماء على رأسه وعاجز عن المسح وينفعش يجيب ماء خالص لاب لاب صب وغسل ولا مسح فكان العوض اللي هو التيمم عشان كده العلماء قالوا لو كان كمان المسح ممنوع منه يبقى الحل الوحيد فيه التيمم تمام تمام طب نفترض ان هو عاجز عن التيمم كمان لسبب ما لسبب ما يعني عاجز عن التيمم خلاص لا يحتاج لا مسح ولا تيمم وما على المحسنين من سبيل ولكن طالما قدر على التيمم لازم يتيمم لو عاجز عن المسح طيب هنا بيقول لنا كلام كده جميل بيقول ويجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر تمام وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها الى نزعيها او شفاء ما تحتها والدليل على ذلك ان المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين حلو الكلام دو طيب خلينا نلخص الكلام دو في ان احنا نعمل عمودين كده وحنكتب فيه الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة دي اللي هتوضح النقطة دي بسرعة كده الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة تعالوا نمسك واحدة واحدة كده وحنفهمها خلي في الأول الخف عشان ده اللي احنا عارفينه والجبيرة علشان ده الجديد أول حاجة بنقول المسح على الخفين جائز والمسح على الجبيرة واجب لأن مسح على الخفين جائز أنا ممكن ممسحش على الخفين لا هم توضع عادي لكن الجبيرة ملهاش حل فكده كده تمسح عليها وجوبا فالمسح على الخفين جائز والمسح على الجبيرة واجب ده أو الفرق الفرق الثاني المسح على الخفين في الحدث الأصغر فقط أو الطهارة الصغرى فقط وأما المسح على الجبيرة فيصح في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى اللي هي الطهارة من الحدث الأكبر لأنه ملوش حلة وده وقت أصابته جنابة هيعمل إيه برضه حيمسح وما ينفعش يشيلها لأنها ضرورة زي ما قال هنا طيب المسح على الخفين مؤقت بوقت يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام ولا يهينا للمسافر لكن المسح على الجبيرة غير مؤقت ملوش وقت امسح لغاية ما ربنا يشفيك حتى لغاية ما تفك الجبيرة مش ممكن نحددها بوقت المسح على الخفين يكون أعلى الخف أعلى الخف وأما المسح على الجبيرة فيستوعب الجبيرة بالكامل يستوعب الجبيرة بالكامل أو الجزء من الجبيرة اللي هو على العضو اللي أنا عايز إيه اللي أنا عايز أمسحه تمام المسح على الخفين يشترط الخفين أن يلبسها على طهارة لازم ألبس الخفين عليه على طهارة ولكن في الجبيرة لا يشترط ذلك لا يشترط وإلا فالواحد مش بيختار الوقت اللي بيتكسر فيه ولا اللي يصاب فيه بتبقى فجأة فمين اللي حيقول طهارة أو مش طهارة فالله أعلم لا يوجد دليل على اشتراط لبس الجبيرة أو لف اللفافة على طهارة لكن في الخفين لازم الطهارة قبل ما تلبس الخفين ولكن في الجبيرة مش لازم يكون في طهارة قبل وضع الجبيرة تمام بعد كده بيقول لنا وكذلك يجوز المسح على العمامة وهي ما يعمن به رأس ويكور عليه والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار الخمار يعني هنا المقصود بخمار المرأة الخمار يطلق على كل ما خامر الرأس غطاها يعني والمقصود هنا بالخمار العمامة والمسح عليها ليس له وقت محدد ولكن لو سالك سبيل الاحتياط فلم يمسح إلّا إذا لبساها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا طيب خلينا ناخد المسألة دي الأول المسحة على العمامة إيه هي العمامة اللي هو يكلموا عليها العمامة اللي هي العمامة اللي بتكور على الرأس دي العمامة التي كانت يلبسها العرب أو بالوقت يلبسها الناس في الصعيد وكذا يلبسوا العمامة العمامة التي تكور على الرأس وأحيانا تلف على الوجه كمان فالعمامة ديت يشق نزعها يعني هناك مشقة في نزع العمامة عشان اقول لك توضى هنا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة بس اللي ثبت أنه مش مسح على العمامة بس مسح على النصية والعمامة يعني مسح على النصية والعمامة يعني كان فيه جزء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام باين من العمامة فمسح الجزء الظاهر دوت وبعد كده كمل على العمامة فهنا العلماء الموضوع ده سبب اختلاف شوي فأولا هم قالوا هو المسح على العمامة رخصة ولا للضرورة يعني لازم فيه فعلا مشقة كبيرة إن أنا نزعها عشان أمسح عليها ولا عادي حتى لو ما فيش مشقة كبيرة ممكن أن أمسح عليها دي مسألة دي فيها خلاف الخلاف التاني ما بينهم هل لازم أمسح جزء من شعري قبل ما أمسح على العمامة ولا يكفي إن أنا أمسح على العمامة فقط برضو المسألة دي اختلفوا فيها يبقى اختلفوا هل المسح على العمامة رخصة ولا عندها الضرورة واختلفوا هل أمسح العمامة بس ولا لازم أمسح معها مقدم الرأس شوية شعر كده من القدام ولا لأ برضو دي اختلفوا فيها علشان كده إحنا بنقول خلينا نحطاط في المسألة دي بمعنى إن لو واحد لابس عمامة أو عموما غطاء رأس ووجد مشقة فعلا مشقة وموضوع يبقى نسباله إرهاق إن هو ينزع العمامة ديت أو الغطاء اللي مغطي رأسه دوت فممكن إن هو يمسح عليه لكن للإحتياط يمسح جزء من الشعر مع العمامة يعني لو هو في جزء من شعره أصلا باين يمسح عليه ولو ما فيش جزء باين من شعره يدخل إيده تحت كده ويمسح جزء من الشعر وبعد كده يكمل على غطاء الرأس أو على العمامة لو كان لابس عمامة أما لو كان نزعها يسير واحد لابس كاب واحد لابس طقية صلة واحد لابس حاجة خفيفة أو يبتتشال مش مش هتضره مش لففها وربطها أو كده فلا داعي للتساول في هذه المسألة يمسح شعره عادي لكن لو لابس حاجة زي العمامة خاصة اللي بتلف على الوجه ويجد مشقة في نزعيها له إن هو يمسح عليها ولو مسح على جزء من الشعر من قدام يبقى أفضل وأحوض تمام؟ طيب بقى كده بيقول لنا هل لها بقى وقت وتشترط اللبس على الطهارة بيقول له وما فيش دليل على كده فالأصل إن مفيش دليل إن هي تشترط لبسها على طهارة وإن هو يكون ليه وقت محدد الكلام ده جيه في الخفين مجايش في العمامة فالأصل إن احنا قول ما فيش دليل على لا الوقت ولا اشتراط الطهارة قبل اللبس بس هو بيقول له وحتاط يعني خلينا نمشي على شروط الخفين يلبس على طهارة ويلتزم بالوقت المحدد اللي هو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا يهن للمسافر بعد كده بيكلمنا على الخمار المرأة بعد هل خمار المرأة أو مخصوط بالخمار اللي هو عموما اللي بتلبسه المرأة على رأسها اللي هو إيه بيلف على وشها كده على الوجه وبيغطي رأسها وبيكون ملفوف على الوجه لكن لو هو حاجة اللي هي بتلبسها في البيت مثلا بتشد بيها رأسها كده لازم يكون بيتلف على الوجه ده الخمار تمام؟ طيب هل ينفع المسح على الخمار؟ بيقول هنا أما خمار والمرأة وما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك طيب هنا اختار برضو سبيل احتاط في المسألة على اعتبار برضو المسألة وإن فيها خلاف هل خمار المرأة المسح عليه رخصة؟ ممكن نمسح عليه حتى لو ما فيش مشقة ده قول في قول بيقول عند الحنابلة أن المسح على الخمار مش لازم يكون فيه مشقة عادي دي رخصة ممكن تعملها حتى لو ما فيش مشقة والبعض اشترط أن يكون لا فيه مشقة علشان نقول للمرأة ينفع تمسح على الخمار فلذلك نقول برضو نفس الكلام في العمامة هنقوله في الخمار تمام؟ هنقول للمرأة إذا الأفضل إذا كان الأمر يسير ولا مشقة يبقى تنزع الخمار وتمسح على رأسها أما إذا وجدت مشقة أو كان هناك رجال ومش عارفة تتصرف إزاي أن هي عايزة أن هي تتوضى والرجال شايفينها ومش هينفع أنها تنزع الخمار قدامه ومفيش مكان تستطر فيه أو الخمار ملفوف بلفة معينة لو فكتها هتجد مشقة كبيرة في أنها تلف وتاني أو أي درجة من المشقة يعني خلاص هنقول لها مسحي على الخمار ما في مشكلة ولو احتاطت وبردو دخلت إيديها كده تحت الخمار ومسحت جزء من شعرها في المقدمة يبقى أفضل وأحوط ما عرفتش تعمل دي كمان خلاص يبقى تمسح فقط على الخمار ويجزئها بإذن الله سبحانه وتعالى وده بينقلنا المسألة مهمة أن المرأة لازم تحافظ على صلاتها في الوقت بعض النساء لما بتجد مثلا نفسها قدام الرجال ومش عارفة تعمل إيه ما تقول لك أنا مش هصلي خلاص لا لو هي محتاجة أن هي تتوضأ أو كده فيعني إحنا عندينا مسح على الخمار عندينا مسح على الخمار فكل حاجة سهلة فالوجه سهل إن هي تغسله اليد ممكن تدخل إيديها كده وتعملها حتى إيه مفيش مسح على الكم مفيش حاجة اسمها مسح على الكم بس ممكن من جوه كده من غير ما تكشف زراعها تقدر تغسل إيديها أو تؤمر الرجال إن هم يغضوا بصارهم عنها عشان تعرف تتوضى كويس أو تخلي حد يسطرها أثناء الوضوء كذلك في الصلاة بعض البنات لما مثلا مش لاقيها مكان أصلي ومفيش مكان وفي زاوية كده ممكن أصلي فيها بس في رجال تقول لك خلاص أنا مش هصلي لا صلي ويجب عن الرجال إن هم يغضوا بصارهم أو أن هي تقول لهم يا جماعة لو سمتوا أنا هصلي بعد إذنكم يعني راعوا إن أنا هصلي محدش ينظر إليها وأنا بصلي هم بقى المسؤولين إن هم يغضوا بصارهم أما أنت فلازم لازم نصلي وبعض البنات لما بيقى في رجال ومش عارفة محرجة تصلي وهي قاعدة الفرد رغم إن هي تقدر إن هي تصلي وهي واقفة لا لا أنت مقصرة وممكن واحدة تصلي وهي قاعدة لو نافلة لو تصلي نافلة ممكن تصلي وهي قاعدة لكن فريضة ونقدرة أقوف أقف يبقى ما ينفعش إن أنت تصلي قاعدة حتى لو كانت فيه رجال فلو اضطرت المرأة تصلي أمام رجال ماذا هتعمل إيه؟ تاخد أي زاوية أكتر زاوية ممكن تبعد فيها عن النظر وتصلي وخلاص ولو حد بصله هو اللي يأسم أما هي فقد فعلت ما تستطيع ماشي؟ طيب بعد كده بيقول لنا ولو كان الرأس ملبدا بحنة لو في حنة بقى في الشعر ينفع يأثر على الشعر فيش مشكلة لأن الحنة مش بتمنع وصول الماء للشعر فيجوز المسح عليه عادي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام طيب خلاص يبقى خلصنا لإيه الجزء دوت ندخل بعد كده في الغسل الغسل فيه مسائل مسألة الأولى ما هو الغسل؟ الغسل هو من غسل الشيء يغسله غسلا وهو تمام غسل الجسد كله ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله تعالى حلو يبا إذن الغسل هو عبارة عن كفكرة عامة هو تعميم البدن بالماء معانية عشان نفرق بينه وبين الاستحمام العادي واحد داخل ياخد دوش علشان يفوق ده مش غسل؟ لو مثلا نفترض مثال واحد دلوقتي قام من النوم كان جنب يعني احتلم بس هو لم يعرف ذلك فدخل هو متعود الصبح بيدخل الحمام وياخد دوش كده ايه يفوق به فعمل كده بعد ما طلع لقى البلل في سيابه فعرف ان هو قام جنب هل ده ينفع ان يتقال ده غسل؟ لا ليه؟ رغم ان هو عم من بدنه بالماء بس عميمه بدون نية اغتسال هو كان داخل ياخد دوش الصبح مش داخل يغتسل فلازم يكون فيه نية يبقى احنا عندنا الغسل بيتميز عن الاستحمام العادي بالنية ان هو ينوي رفع الحدث الاكبر يبقى هو عبارة عن تعميم البدن بالماء والنية والتعريف المبسط دو اه مفيد في ايه؟ ان بعض الشباب او بعض البنات دي بقى عنده مشكلة في الغسل بيقولك بعرفش اغتسل ليه ان هو فاكر الغسل عملية معقدة فاكر الغسل مسألة الترتيب اللي حنقولها دلوقتي الترتيب وصفة الغسل اللي هي المستحبة اللي هنقولها ان هو الغسل اللي لازم بيقى كده لازم يا جماعة نراعي برضو فيه شباب وبنات مش هيعرفوا يحفظوا الاحكام فلما اجي اقول انا شايف قدامي شاب يعني يا دوبك هيحفظ كلمتين بالعافية او بنت لسه مش عارفة تغتسلوا اول مرة ولو قعدت اشرح لها الصفة كلها تطلعها بط نقول له اللي يجزئه او يعني خليه يصح اغتساله وبعد كده بعدين نبقى نشرح له تفاصيل المستحبات فاللي هتقال له الكلمة اللي هتقال له كلمتين المية توصل لكل حتة في جسمك مع النية بس خلاص انت كده اغتسلت نقول للبنت المية تيجي في كل حتة في جسمك توصل لكل حتة في جسمك حتى جوه اصول الشعر المية توصل لكل حتة في جسمك مع النية بس انت احنا كده اغتسلنا خلاص كده اغتسلنا اغتسال مجزئ يرفع الحدث الاكبر عادي اما بقى الصفة اللي هي المستحبة واليمين والشمال وابدأ بالوضوء والكلام اللي حنقوله كمان شوية ده مستحكون لها مستحبات فلو انا شايف اللي قدامي حيتلغبط لو شرحت له بالتفصيل ده خلاص قل له ما يجزئه خلاص حط مية على كل جسمك وتأكد ان المية وصلت للاجزاء اللي هي الخفية بين الرجلين وبتاعه جوة والشعر وفروة الرأس والكلام ده خلاص انت كده اغتسلت تمام وما تحتاج الى شيء الا النية ووصول الماء الى جميع اجزاء البدن طيب بيقول حكمه الغسل واجب امتى اذا وجد سبب وجد سبب للوجوب ما فيش سبب خلاص مش واجب علي لذلك قال تعالى وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا والاحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه وسأتي طرف منها بإذن الله تعالى بعدك يقول لنا ايه هي موجبات الغسل يعني ايه الحاجات اللي تخلي الغسل ايه بالنسبة لي واجب اول حاجة بيقول خروج المني من مخرجه المني يخرج من مخرجه اللي هو زكر الرجل او فرج الانثى لانه لو افترضنا خرج لسبب ما من مخرج تاني مش مش هيوجب الغسل لانه فيه صفة معينة بيخرج بيها ساعتها نقول ان يجب الغسل اللي هو ايه يقول ويشترط ان يكون دفقا بلزة من زكر او انثى دفقا بلزة لان احنا عندنا احتمال ان بعض عند بعض الزكور خصوصا ممكن المني ينزل عليه لسبب مرضي فبيبقى مثلا تحرك حركة او هو بيتبول او كده يجد مني ينزل بنفس صفته ولونه طبعا المني قلنا سائل ابيض سخين كده تقيل لزج ابيض والمني على الراجح كما سأتي بعد كده ان هو طاهر مش نجس بس مش ده ما وضعنا دلوقتي بس افترض احيان بعض الناس قد يجد نزول مني من غير دفق الدفق اللي هو انطلاق السائل يعني ولا شهوة لا في لزة ولا اي حاجة ولا في اي شهوة ولا اي حاجة هو نزل عليه كده نقول هذا لا يوجب الغسل لا يوجب الغسل وانما يكفيه في الحالة ديت الايه الاستنجاء والايه وممكن يعني يغسل ذكره احتياطا وخلاص وتوضى وعادي كده كأنه نزل عليه اي حاجة لكن لا يوجب الغسل لان هناك صفة معينة اللي بينزل بها اللي هي النزول اللي بيحصل بعديه فطور وهو النزول بضفق وبشهوة واللي بيحصل بعديه فطور للجسد ودي حكمة الاغتسال اصلا ان تجديد نشاط تجديد نشاط البدن تمام اما اذا نزل بشكل مرضي زي ما قلنا فده لا يوجب الغسل ذلك ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اذا فضخت اذا فضخت الماء فاغتسل الفضخ بالخاء اي الدفق اللي هو الانطلاق السائل دوت تمام اذا فضخت الماء فاغتسل طيب يبقى دوت طيب هو الانثة بيحصل معا كده الانثة غالبا مش بيحصل معا كده يعني المرأة اذا استثيرت اه مع شهوة اللي هي الشهوة شبه شهوة الجماع أو شهوة في احتلام أو لسبب محرم محرم زي ممارسة العادة السيئة وده حرام بلا شك لكن بلو حصل كده فما نزل من المرأة مصاحبا لهذه الشهوة سواء كان بطريق حلال أو بطريق حرام دوت هو ده من ايه المرأة هو ده اللي الشرع اعتبره من ايه المرأة تمام؟ مش ضروري يكون بيحصل زي من ايه الرجل ان هو يبقى فيه الدفق أو ممكن تجد دائما مسألة الرعش أو كده مش ضروري يحصل لكن عموما الشرع اعتبر ان الافراز الذي ينزل على المرأة عند اكتمال شهوتها وحصول اللزة دي هو ده بيسمى مني المرأة طيب احنا قلنا اشترطنا اللزة طيب افرد انا في احتلام هو انا اصلا في الاحتلام ممكن ما حسش بحاجة انا بصحب عليه كده عشان كده هو قال هنا ما لم يكن نائما لان احنا قلنا ايه يشترط الشعور باللزة طيب انا اصلا نايم طيب انا صحيت فلاقيت مني بس انا حسيتش باللزة يبقى خلاص ما غتسلش لا ده الكلام ده لو انت صاحي لكن لو انت نايم حنشيل شرط اللزة لان انت وارد ما تحسش به اصلا فأما اذا استيقظ الرجل فوجد ما وجد مني في سيابه او المرأة وجدت فعلا سائل اللي هو اللي بيشبه السائل اللي بينزل عليها في الحالة ديت رأيته وعرفاه فخلاص وفعلا خاصة اذا ذكرت احتلاما فاذا ذكرت احتلاما وجدت الماء اللي هو بينزل عليها في المعتاد عند اكتمال الشهوة خلاص هو ده وقت اللي ايه يبقى كده حصلت اللزة سواء انت فاكرها او مش فاكرها وحياجب ساعتها الايه حياجب ساعتها الغسل تمام بعد كده عشان كده على كده ازالك النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل على المرأة غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء طب لو افترضنا فرد تاني واحد رأى احتلام او مرأة وجدت احتلام فيه شهوة وبعد كده اه اه او نحو جالة جالة حلم كده معين فيه شهوة فاستيقظت بنبص في السياب مفيش اي حاجة هل يلزم الغسل لا يبقى احنا عندنا اذا رأت الماء او اذا رأى الايه الماء بيوم نمرة اتنين من الاسباب المجيبة للغسل تغييب حشفة الزكر الزكر كلها او قدرها في الفرج وان لم يحصل انزال بلا حائل هنشرحها دي قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعبيها الاربع يعني الرجل جلس بين يعني في حال جماع المرأة يعني ومس الختان الختان وجب الغسل طيب تعالوا نفهم ليه قال تغييب الحشفة ما هي الحشفة عند الرجل هي مقدم الزكر المقدمة لذكر الرجل اسمها الحشفة فبيقول امتى يجب في سبب تاني يوجب غسل غير نزول المني وهو اذا ادخل الرجل في فرج المرأة هذه المقدمة الحشفة دي لو دخلت في فرج المرأة وجب الغسل حتى وان لم ينزل ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مس الختان الختان وجب الغسل اذا مس الختان الختان طيب هو ختان المرأة فين؟ الختان المرأة بيبقى على ظاهر الفرج لكن ختان الرجل الجزء اللي بيتشال من 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 في ختان الرجل بيبقى في اخر الحشفة الجزء اللي بيقطع الزائد دوت في الزكر بيبقى في اخر الحشفة في اخرها فعشان اقول ان الختان يمس الختان لازم الحشفة المقدمة دي تدخل في فرج المرأة وبساعتها الختان هيجي هيجي مع الختان عشان كده قالوا اللفظ دوت تغييب حشفة الرجل فلو افترضنا نفترض كذا فرض لو افترضنا ان رجل داعب امرأته على سبيل انه كان حيجامعها وبعد كده الموضوع خلص مداعبة ونفترض ان فرجه مس فرجها مسه فقط من الخارج ولم يدخل مطلقا هنا ولم يحصل انزال هنا لا يجب الغسل لا على الرجل ولا على المرأة تمام الحالة التانية ادخل فرجة ذكره في فرجها بقدر الحشفة هنا هما اللي اتنين يجب عليهم الغسل حتى لو لم ينزل طبعا طيب اذا حصل اللي اتنين انزل من غير ما يدخل ذكره في فرجها لسبب ما يبقى اللي اتنين عليهم الغسل لان نزل الماء فده مالوش علاقة لو نزل الماء خلاص اكيد على السبب الاول هو نزول المانية بدفق وشاه وقلنا كده كده موجب الغسل لكن الحالة اللي ما يجبش فيها الغسل حصل ان هما حصل مس او كده لكن ما حصلش ادخال ففي الحالة ديت وما حصلش انزال لا يجب الغسل لا عليه ولا عليه الحاجات ديت بنحتاج نقولها بشكل يعني مهذب عشان بنوضح المسائل ونرفع الحرج عن الناس في السؤال اسئلة فيه مسائل اللي فيها احراق ديت وعد يعني باجد حرج في شرح المسائل دي لكن هذا الدين لابد ان احنا نفهمه لان للأسف لما متعلمناش الحاجات ديت بدأنا ناخد المعلومات دي من بره وبدأت البنات تسأل صاحباتها والرجال يسأل حد جاهل ومعلومات غلط كتير وصلتنا للأسف بنكتشف في دروس الفقه دي كنا محتاجين حد يفهمنا الحاجات ديت اب او ام او معلمي فهمنا بشكل مهذب راقي بدون منحرج ولا بدون انا اضطر اخد معلومات من ناس ما عندهش علم كم من بيوت عيشة في معلومات غلط من زمان بسبب لا تعلم فقه ولا سأل ولا في حد وصلوا المعلومة بشكل كويس ونساء كتير بتغتسل غلط ورجال ما بتغتسلش وناس ما تعرفش احكام لا حد ولا نفاس ولا جماع فالحمد لله ان ربنا بيعلمنا ونقدر نعلمكم بشكل جيد تمام طيب بعد كده بيقول لنا اسلام الكافر ولو مرتدا المسألة ديت فيها خلاف هل الكافر اذا اسلم يجب ان يغتسل ولا ما يجبش هذه المسألة فيها قولين قول الاول ان يجب يغتسل قول التاني ان هو يستحب بس يغتسل والراجح الثاني ان اغتسال الكافر مستحب وليس بواجب هو جاب الدليل قال لان النبي صلى الله وسلم امر قيس بن عاصم حين اسلم ان يغتسل طيب هما العلماء بيقولوا ايه بيقولوا طب لو كان اغتسال الكافر واجب كان النبي عليه الصلاة والسلام كل ما حد يسلم كان يأمروا بالاغتسال لكن رغم كثرة من اسلموا تمام خاصة الاعراب اللي كانوا ممكن يأتي يسلم ويمشي ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرهم بالاغتسال فقالوا طالما امر واحد بس حاجة من الاثنين اما ان يكون دا امر على سبيل الاستحباب او يكون النبي عليه الصلاة والسلام علم بشكل ما ان قيس بن عاصم كان على جنابة فأمره ان يغتسل ذلك بعض العلماء قالوا في البعض قال ان هو واجب مطلقا والبعض قال لا مستحب والبعض قال لو كان الكافر عليه جنابة قبل الاسلام يغتسل علشان يرفع الجنابة ديته وده قول برضو جيد يعني فعموما لو كافر اسلم نأمره احتياطا بالاغتسال نأمره احتياطا بالاغتسال تمام لكن ممكن المسألة دي تفرق في ايه مثلا تفرق في واحد سب الدين واحد سب الدين والسب الدين كفر مخرج من الملة ردة وبعد كده تاب وهو في نفس المجلس تاب وعايز يوم يصلي هنأمره بالغسل ولا بالوضوء لو قولنا ان غسل الكافر واجب هنروح نقول له اغتسل وتوضى وصلي اغتسل وصلي تمام ولو قولنا ان المستحب يكفي هقول له لا اتوضى وصلي وخلاص في الحالة دي اذا قلنا باستحباب المسألة يعني نيسر على الناس التوبة ولو حد زي كده عنده فرصة يغتسل هقول له روح يغتسل احتياطا لكن لو ما عندهش فرصة يغتسل ان شاء الله يكون الغسل مستحب مش واجب ويكفي ان هو يتوضأ ويصلي بعد توبته بعد كده بيقول لنا انقطاع دم الحيض والنفاس انقطاع دم الحيض والنفاس لان طرام الحيض والنفاس شغال مفيش غسل لما ينقطع دم الحيض والنفاس ساعتها بيجب على المرأة تغتسل لحديث فاطمة بنت ابي حبيش اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فغتسلي وصلي والنفاس كالحيضة بالاجماع السبب الخامس الموت الموت موجب للغسل بس الوجوب هنا على الناس مش على الميت الميت مات لكن الناس بقى يجب عليها فرض كفاية انها تغسل الميت لقولي صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب لما ماتت حين توفيت اغسلناها وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر وذلك تعبدا لان ما فيش حدث وعزي يقول ده مسألة تعبودية ما فيش حاجة بترتفع هنا فيش حدث لأصغر والأكبر ده موت فبيقول مسألة تعبودية بعد كده في صفة الغسل قال للغسل من الجنابة كيفية استحباب وكيفية إجزاء احنا قلنا الإجزاء هو الإجزاء إن الماء يعم جميع البدن بلا استثناء يجي في كل حتة في جسمك يوصلها مية ولا يلزم الدلك يعني هل يلزم إن أنا أدلك وأنا وأنا بوصل الماء الدلك مستحب وليس بواجب يعني لو المية جت لوحدها على جسمك من غير من تتوصلها بإيدك وتدلك صح ذلك بمعنى تاني لو أنا إنسان أقول لك أبسط مثال الغسل لو واحد دلوقتي جنب وبعد كده حبي يغتسل أسرع غسل في التاريخ خد قفز في ماء البحر خد قفز في ماء البحر ونزل بجسمه كله بنية وطلع هو كده اغتسل خلاص لأن أكيد طبعا نزوله في الماء بكل جسمه أكيد ماء البحر وصل لكل جزء في جسمه بلا استثناء فده كده لو نزل البحر بكل جسمه وغطس جسمه بالكامل في الماء وبعد كده طلع هو كده اغتسل لا يحتاج إلى التيامن ويبدأ بالوضوء والكلام دوت ولا يحتاج أن هو يدلك فالدلك مستحب كما سأتي فده بنعلمها للناس يعني وقفت تحت الدش والماء نزلت ووصلت لكل جسمه فعلا وهو بالإيه عن طريق الدش كده وصل للماء لكل أجزاء جسمه فكده وضوء الغسل إيه صحيح طيب لكن لو قلنا بقى طبعا لازم النية لكن لو قلنا الصفة المستحبة بيقول لنا بقى فهو أن يغسل يديه أول حاجة يغسل إيدي الأول وبعد كده يغسل الفرج وما أصابه من الأزى لأن إحنا الوقت أكيد أنت في جناب أو حيط ففي أزى في سائل على جسمي أو دم فالأول بغسل إيدي الأول وبعد كده أغسل الفرج نفسه وكده لو في حاجة على جسمي من السائل دوت كأن يكون في احتلام فجال منية على الفخز أو كده فيبتدي ينظف إيه الجزء اللي أصابه الأزى دوت وبعد كده بعد ما خلصت دوت يتوضى وضوءه للصلاة تتوضى زي ما كأنك كأنك تتوضى وضوءك للصلاة كأنك هتصلت تتوضى وضوء كامل وحنقوله مسألة الرجل دي كمان شوية وبعد كده قلت وما يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسي تعارف الوضوء بنمسح بس الرأس لا بس أنا في الغسل عايز الماء توصل لمنبت الشعر فبعد ما خلص الوضوء بروح بقى مركز على الشعر والرأس أكتر شوية علشان في الوضوء أنا بمسح بس الشعر ظاهر الشعر لكن في الغسل لازم أدخل لجوه فبعد ما خلصوا دوئ أروح جايب الماء ودخلها جوه رأسي وخلل شعر رأسي عشان يوصل الماء للفروة تمام ثم بعد كده يحسوا على رأسي سلاس حسيات سلاس حسيات يبدأ بشقه الأيمن يبتدي يصب على جسمه بقى كله يصب بثلاث صبات يبدأ بالشق الأيمن ثلاث مرات وبعد كده الشق الأيصر ثلاث مرات وبعد كده يصب على جسمه كله الماء قال ثم يفيض الماء على سائر البدن تمام فالتيامن دوة الأيمن والأيصر كل اللي أنا قلت دي مستحبات كل اللي أنا قلت ده مستحبات والمضمضة والاستنشاق مضمضة والاستنشاق أيضا مستحبة فلو أن الإنسان يغتسل ونسع أنه يتمضمض ويستنشق يصح الغسل لأن المضمضة والاستنشاق في الغسل مستحبة وليست واجبة بيقول بقى الحديث بقى بيقولي حديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فافرغ على يديه ثم غسلهما مرتين او ثلاثا ثم تمضم هنا بقى بتكلم على اللي هو اتوضى تمضمد واستنشغ وغسل وجهه وزراعيه ثم افاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فاتيته بالمنديل فلم يريدها وجعل ينفض الماء بيديه يعني قاعد يعمل كده مش عايز الفوطة يعني تمام وبتقول ومثله حديث عائشة ايه هو مثل حديث عائشة ده عشان مهم العايز سيعرف حديث عائشة ارجع لمستحبات مستحبات الوضوء ارجع كده كم صفحة للمسألة بتاعت ما يستحب له الوضوء هتلاقي فيه نمر اربع الوضوء قبل الغسل الوضوء قبل الغسل قولنا ده مستحب وكان فيه حديث عائشة حديث عائشة فيه زيادة مهمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فكأن حديث عائشة ادنا الحتة اللي ما اتذكرتش في حديث ميمونة ان هو بيغسل فرجه الاول وبعد كده يتوضأ وضوءه للصلاة وبعد كده يركز على راسه وبعد كده يصب الماء على جسمه كله ثلاثا اليمين وعكاس شمال يبقى ماشي بالترتيب اغسل يديه الاول وبعد كده الفرج وما اصاب الجسد من الازل وبعد كده اتوضأ وضوءي للصلاة عادي كأني بتوضأ عادي جدا وبعد كده اركز على الراس اصب على الراس واخلي للراس ووصل الماء لأصول الشعر وفروة الراس يعني وبعد كده اصب الماء على اليمين ثلاثة وعلى الشمال ثلاثة وبعد كده اصب ماء على كل جسمي وخلاص تمام طيب في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اتوضى اللي هو الوضوء اللي قبل الغسل دوت اتوضى وضوءه كله بس ما غسلش رجليه تعارفين في الوضوء من غسل رجلينة في الاخر هو ما غسلش رجله وغسلهم بعد الغسل فالعلماء هنا اختلفوا قالوا يا دي سنة ولا سببها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان وقف على ارض طينية لانه لو وقف على ارض طينية الفايدة ان انا اغسل رجلي في الاول ما يعطي الطين فاغسلها في الاخر احسن فهل هي السنة كده ان اخر غسل الرجل الاخر ولا عشان العلة كان ارض طينية والظاهر إن دي العلة إن كان هو وقف على الأرض طينية فخلى غسل الرجل في الآخر الندال منطقي لكن لو أنا وقف على سيراميك أو بنيون ديف يبقى يغسل رجلك مع الوضوء عادي وبعد كده كمل كمل الغسل بعد كده بيقول لنا ولا يجب على المرأة نقد شعرها في الغسل من الجنابة ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض لحديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشده ضفر رأسي ضفاير يعني أف أنقضه لغسل الجنابة قال لا يا لو ما عاملة ضفاير لازم تفكها وياب تغتسل من الجنابة قال لا لا مش لازم إنما يكفيك أن تحسي على رأسيك ثلاث حسيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين هي سألت على غسل الجنابة فهنا في مذهب الكتاب قال يبقى في الحيضة تنقض الضفاير ده قول الحنابلة لكن الشافعية والملكية والأحناف يعني جمهور العلماء قالوا لا قالوا برضو نفس الحكم ده في الحيض وقالوا أن في رواية تانية للحديث ده إنها سألت أف أنقضه لغسل الجنابة والحيض أف أنقضه لغسل الجنابة والحيض قال لا فلو أن المرأة في الحيض أصل الحيض بيحصل مرة في الشهر تختسل مرة في الشهر لكن جنابة ممكن تحصل كتير فلو المرأة احتاطت في الحيض وفكت الضفاير شعرها وغسلت شعرها بعد ما تفك الضفاير يبقى أحوض لو ما فكتهاش بإذن الله الغسل صحيح المسألة الثالثة في الأغسال المستحبة خلينا نقول إيه الدليل على أن الدلك مستحبة النبي عليه الصلاة والسلام قال كان جاله صحابي كان عايز معهوش ماء يغتسل فالدالو دالو الماء قال خذ هذا فأفرغه عليك خذ هذا فأفرغه عليك يعني صبه عليك بس ولم يأمره بالدلك فدل على أن الدلك مستحب وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطاهر طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته يعني لو يحتاجه يتيمم يتيمم لو لما يلاقي الماء يمسه بشرته يحطه على جسمه وما لم يشترط الدلك عليه الصلاة والسلام المسألة الثالثة قلنا الأغسال ليه المستحبة قال أول شيء الاغتسال عند كل جماعة يعني لو أن رجل جامع امرأتهم ثم أراد بعد شوية أن يعاود الجماعة يستحب أنه يغتسل بين الجماعين ولو لم يغتسل قلنا يستحب أنه يتوضى ولو لم يغتسل للم يتوضى لا يحرم عليه ذلك وفي الحديث قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات ليلة يغتسل عند هذي وعند هذي كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة على عدة زوجات في ليلة واحدة فكان بين الجماع والجماع يغتسل فقال له الصحابي أبو رافع ألا تجعله واحدا نغتسل مرة في الآخر وخلاص قال هذا أزكى وأطيب وأطهر تمام الغسل الجمعة في خلاف بعض العلماء قال الغسل الجمعة واجب والبعض قال مستحب هو هنا أورى الدليل قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل بس ده إلى الآن فين دليل الاستحباب أنه هنا أمر إحنا قلنا الأمر يفيد الوجوب الأمر يفيد ليه؟ الوجوب طب إيه الدليل اللي يصرف الحديث ده عن الوجوب اكتبوا الحديث ده قال عليه الصلاة والسلام الحديث حسن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل هذا الحديث حسنه الإمام الألباني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يعني يكفيه هذا ومن اغتسل فهو أفضل تمام قال الاغتسال للعيدين وهذا وارد عن علي بن أبي طالب وعن عمر رضي الله عنهما لأن العيدين في اجتماع زي الجمعة فنفس العلة موجودة في العيدين ونفس الفكرة العلماء قالوا الاغتسال في يوم عرفة دي برضو دفوها في العيدين ويوم عرفة ممكن نحط يوم عرفة الاغتسال عند الإحرام قبل الإحرام بالعمرة والإحرام بالحق يسن الإغتسال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل طب ده أمر وإحنا قلنا الأمر يفيد الوجوب دليل الاستحباب دليل الاستحباب أن ابن عمر سبت عنه أنه قال كنا نغسل الميت كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ولما مات أبو بكر الصديق غسلته زوجته أسماء بنت عميس فلما غسلته خرجت إلى الصحابة وقالت هل علي غسل قالوا لا يعني مش واجب يعني الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل أول شيء قال لا يجوز له المكس في المسجد إلا عابر سبيل لقول تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فإن تعضى جاز له المكس في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة طيب هنا بيقول لنا نحن عندنا الوجب على الغسل مين الجنوب والحائط طيب الجنوب والحائط الاتنين لا يجوز أنهم يمكسوا في المسجد في حال الجنابة والحائط والمرأة لو عليها حيط ما ينفعش تدخل المسجد لا لدرس ولا لحفظه ولا لتحفيز ولا لمجلس أطفال لا يجوز أنها تدخل المسجد هذه البيوت ينبغي أن تعظم فلا يجوز أنها يدخلها جنوب يمكس فيها ولا تدخلها حائط لكي تقعد وتجلس فيها تمام لكن استثنوا الجنوب لو توضى واحتاج أن هو يععد في المسجد ليه؟ لأن الجنابة غير الحائط الجنابة حدث خلص خلاص خلص لكن الحائط مستمر فالعلماء قالوا أن الجنابة ممكن تخفف بالوضوء أما الحائط فلا يخفف بالوضوء لأنه أصلا مستمر فلو واحد مثلا في اعتكاف اعتكاف وقام لأ نفسه جنوب ولسه هيغتسل كمان شوية فممكن يتوضأ ويفضل قاعد في المسجد لغاية ما ييجي دوره مثلا في الغسل لكن لو امرأة في اعتكاف وحاضط لابد أن تخرج المسجد لأن الحائط حيستمر مش هينخطع ووضوءها مش هيغير حاجة لأنه كده كده الحائط مستمر فبعض الصحابة ثبت عنه أنه كان بيخفف جنبته بالوضوء ويظل يمكس في المسجد إذا كان هناك حاجة أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أن الجنوب لا يمكس في المسجد واضح؟ والسيدة عائشة رضي الله عنها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة من المسجد كان فيه كده سجادة صلة صغيرة كده كان النبي عليه الصلاة والسلام عايزها من المسجد قال لها ناولين يعني مد إيدك فكده كان بيت باب عائشة على المسجد على طول فقال لها مد إيدك ويهيه وهاتي لي الخمرة دي فقالت إني حائد وكأن مستقر عند السيدة عائشة أنه لا ينفعش حائد تخش المسجد طبعا بيقول لها أنا بقول لك مد يدك ما قلت لكيش دخلي فقال إن حيضاتك ليست في يدك إن حيضاتك ليست في يدك أنا بقول لك مد يدك هاتي الحاجة ما قلت لكيش دخلي المسجد فدل على عدم جواز دخول المرأة الحاضة للمسجد بيقول لا يجوز له مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طهر ودي تكلمنا عنها في الوضوء نفس الكلام اللي قلناه في الوضوء بيتقال هنا فعلا عدم جواز مس المصحف للجنب المس نقصد المس لكن قراءة موضوع تاني لا يجوز لو قراءة القرآن فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل لحديث عليه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعهم من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة طيب هنا المسألة مسألة هل الجنب والحائد ينفع يقرأه القرآن ولا ما ينفعش ما ينفعش يقرأه القرآن وهذه مسألة مهمة هنا ماذا بالكتاب يقول الجنب ما يقرأش شيء من القرآن ايه الدليل قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة طيب أولا هذا الحديث اختلفوا فيه صحته وضعفوا الإمام الألباني وضعفوا الإمام النووي فإذا الدليل اللي بيستدلوا بيه على أن الجنب ما يقرأش القرآن دليل ضعيف ولو حتى كان صحيح فأقصى ما يقال إن ده فعل للنبي عليه الصلاة والسلام مش أمر يعني هو ما ثبتش عنه أن أمر حد جنب ما يقرأش القرآن لكن هو نفسه لما كان على جنابة ما كانش بيقرأ القرآن فممكن كان بيعمل كده تنزيه للقرآن فأقصى ما يقال أن الجنب يكره لهم قراءة القرآن أقصى ما يقال في المسألة إن ما فيش فيها دليل قوي على التحريم لكن ممكن نقول من باب تنزيه القرآن يكره له قراءة القرآن ليه الجنب بالذات؟ لأن الجنب ممكن يخش يغتسل يعني المسألة خش يغتسل ادخل يغتسل أنت إيه اللي مخليك عايز تقرأ قرآن طب يغتسل لذلك المسألة في الحائد هتختلف الكلام في الحائد نفس الكلام كل الأدلة اللي استدل بها اللي منعوا الحائد من قراءة القرآن كلها أدلة ضعيفة فيبقى الأصل أن الحائد يجوز لها أن تقرأ القرآن طبعا دون مثل المصحف ولا يكره لها ذلك لأنها تختلف عن الجنب الجنب ممكن يزيل الجنابة بسهولة أما الحائد فالحائد يستمر عليها ويطول ممكن يقعد 7 ايام 10 ايام أكتر فإذا منعناها من قراءة القرآن يحصل ضرر خاصة لو بتحفظ أو بتراجع فالصحيح أن أقصى حاجة تقال في الجنب أنه يكره لها قراءة القرآن وعليه أن يغتسل عشان يقرأ قرآن ولو قرأ مش حرام والحائد لا يكره لها قراءة القرآن خاصة إذا كانت محتاجة إلى ذلك لأنه لم يثبت حديث قوي في منعها من قراءة القرآن بل الدليل على العكس النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة كانت حائط في الحج في الحج حاضط في حجة الوداع حاضط فقال لها عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطفي بالبيت يعني اعملي كل اللي الناس بيعملوه بس طوف بالبيت ما تطفيش عشان طوف في البيت يشترط لي ليه الطهارة وما منعهاش من قراءة القرآن ألا افعلي ما يفعله الحاج والحج بي أرى قرآن أكيد غير ألا تطفي بالبيت تمام فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحوال المهم أنه أن الحائد لا يكره لها قراءة القرآن وهذا مذهب ابن عباس والبخاري طيب يقول أخيرا الباب الثامن أذكره في عجالة قال الباب الثامن في التيمم في التيمم قال وفيه مسائل مسألة الأولى آسف هو هنا ذكر بعد قراءة القرآن وقال ويحرم عليه الصلاة والطوف بالبيت طبعا زي ما قلنا في الوضوء أكيد الجنوب لا مش هينفع يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يطوف بالبيت ثم ذكر بعد ذلك باب الثامن في التيمم قال وفيه مسائل تيمم لغة هو القصد تيممت الشيء يعني قصدته ده لغة يعني لكن شرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى مسح الوجه واليدين احنا بنعمل تيمم ضربة كده وبعد كده بتمسح لإيه الوجه وبعد كده لإيه اليدين أو العكس زي ما حنشوف بالصعيد الطيب حنشوف يعني إيه الصعيد الطيب دوت على وجه مخصوص اللي هو الضربة للوجه والكفين ضربة واحدة للوجه والكفين تعبدا لله دي نية يبقى لازم نية نفس الكلام اللي قلناها في الغسل هنا برضو الكلام اليدين اليدين هنا المقصود بها الإيد اللي هي الغية هنا مش الغية المرفق وده اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حكم التامم التامم مشروع رخصة من الله للعباد في حال فقد الماء قال هو رخصة من الله للعباد ومن محاسن الشريعة شوف زي ما قلنا ومن خصائص هذه الأمة لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء وإن كنتم جنبا فاتطهاروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء نعملوا يا رب فات يمموا صعيدا طيبا تمام فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الحمد لله ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الحمد لله بنشكرك يا رب على منتك وفضلك والتأمم بكده التأمم ثبت عندنا بالكتاب وأصلا آية التأمم دي نزلت لسبب عريب السيدة عائشة كانت مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فكانوا نزلوا في مكان استراحوا فجم حيرحلوا تاني فالسيدة عائشة فقدت العقد بتاعها ويعمنها فقعدت تدور عليه كتير وقعدوا مدة ففي المدة دي استهلكوا ماء فأو بكر الصديق عاتب عائشة إن هي قعدتهم الفترة دي كلها تدور على العقد على العقد وخلتهم يضيعوا مياه كتير فمش عارفين حنتوضى إزاي فبقيت السكة ومعناش مياه فخلاص فقالت خلاص نمشي أنا مش لقياه فأول ما آمل الجمل بتاعها وجدت العقد تحت تحت الجمل ونزلت آية التأمم نزلت آية التأمم فحتى أسيد بن حضير قال لهم يعني ما هي أول بركاتكم يا آل أبي بكر يعني أنتم بركة حتى لما حصلت مشكلة أنتم بركة برضو كل حاجاتكم بركة وربنا بسبب السيدة عايشة ونزل آية التأمم علشان يعني يجبر بخاطر الصحابة والكلام ده وصار حكم بعد كده معمم على الأمة يريدوا ليطهركم وليتم نعمته عليكم قوله تعالى يريدوا ليطهركم مفيدة أو داية دل على أن التأمم يرفع الحدث يعني بعض الوحيدة بيقول هو التأمم بيرفع الحدث ولا بيسمح لي بالصلاة دي بس أنه ممكن يقول لك لو هو التأمم بس هو مجرد بيسمح لك أنك أنت تعمل عبادة دي ممكن يقول لك ما ينفعش تعمل عبادة تانية غير اللي أنت تأممت عشانها ولا هو بيطهرني فعلا بيرفع الحدث زي الوضوء الصحيح أن التأمم يرفع الحدث زي الوضوء بالضبط فلذلك ينفع إنسان يتيمم قبل وقت الصلاة أو بعد وقت الصلاة لأن التأمم بيرفع الحدث بيرفع الحدث لأن ربنا قال ليه وطهركم فدل على أن التأمم يرفع الحدث مثل الوضوء فيصح التأمم لو أنا أصلي الظهر ينفع تأمم لصلاة الظهر قبل أزان الظهر أو بعد أزان الظهر عادي ولقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب كافيك كافيك ده حديث عمران بن حسين الصعيد الطيب يا كافيك إن لم تجد الماء عشرة حجج فإن وجدت الماء فأمسه بشرتك يعني ما وجدتش الماء عشر سنين يعني وإن في حد ما ليش ماء عشر سنين يعني يقص الماء اللي معاك دايماً بتكفيك للشرب بس الأكل والشرب بس الماء عمرهما بتكفي أنك أنت تتوضى فلو عدت على كده عشر سنين أقعد عشر سنين يتأمم لو جيت بقى لقيت ماء زيادة فأمسه بشرتك وده اللي حيسئلنا إيه إذا وجدت الماء فأمسه بشرتك دليل على أن الدلك مستحب ولقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لها الأرض مسجداً وطهوراً طهور يعني التراب بتاعها طهور ومسجد يعني يبقى صلي في أي حد يبقى كده وإجماع العلماء يبقى إذن ثبت أن الشاكبيل التيمم قائم مقام الطهارة بالماء فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء وتثبت المشروعيته كده بالكتاب والسنة والإجماع المسألة الثانية شروط التيمم والأسباب المبيحة له إمتى يباح التيمم عند فقد الماء عند فقد الماء فلم تجدوا ماء طيب الفقد يا جماعة نوعين فقد حقيقي وفقد حكمي يعني فقد حقيقي وفقد حكمي تمام الفقد الحقيقي عامش لاي ماء فعلا لا يوجد ماء أو يوجد ماء لكن يكفيني للأكل والشرب بس فيعتبر ما فيش ماء زائد عشان أتوضأ أو أغتسل فلا يوجد ماء فيش ماء طب يعني إيه لا يوجد ماء بقى بعض الناس مثلا لو الماء مش موجود في بيته يقول لك أنا أتيمم مع أن مع أن ممكن يبقى فيه ماء في البيت اللي جنبه أو 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 ماء ممكن يجيبه من جاره أو عنده ماء في التلاجة يعني 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 غير واجد للماء يعني لا يمكن أن يصل إلى أي ماء حتى تدخل الصلاة التي تليها يعني فقد للماء يعني لن يجد ماء حتى يدخل وقت الصلاة التي تليها أو أو قد يجده لكن معا مشقة شديدة جدا بمعنى أنا دلوقتي جاد صلاة الظهر وأنا مفيش ماء في البيت طب ما أنا ممكن العمارة بتاعتنا مفيش فيها ماء لكن ممكن أنزل واروح المسجد أملى ماء يبقى أنت كده واجد للماء ممكن أنزل بيت والدتي على أول الشارع عندهم ماء يلزمك تروح تجيب من عندهم ماء في ماء في التلاجة لازم تستعملها ممكن أنزل أشتري ماء يلزمك تشتري ماء في ماء في السوبر ماركت وسعرها في المتناول يعني أقدر أشتريها يلزمك تشتري الماء طالما بسعره العادي المتناول يبقى أسألت تساهل في موضوعنا لا أجد ماء دي مش حاجة سهلة ننتقل غير واجد للماء فدي مش سهلة فعلا لذلك متصورة في السفر غالبا لكن في الحضر وفي وسط البيوت ممكن تكون صعبة شوية تمام زيك بيقول لن يجد الماء لغاية الصلة اللي بعديها فلوها مثلا متوقع أن الماء مثلا مثلا الماء قطعت في المنطقة كلها بس إحنا عارفين أنها بتقطع ساعة ساعة واحدة وبترجع تاني فأزن الظهر وأنا عارف أن الماء هتيجي كمان ساعة أتيمم وافترضنا أن كل المنطقة فاش ماء مثلا أتيمم لا لأن أنت عارف أن يتيجي كمان ساعة يبقى انتظر الماء وتتوضى شكرا بنقول له فاقد الماء يعني متوقع أنه لن يجد الماء حتى تدخل الصلة التي تليها أو سيجده لكن بمشقة شديدة بمعنى إيه أنا في سفر مثلا وفيش ماء وعاكده واحد قال لي شايف الجبل ده فيه ماء يفوق جبل عالي جدا بس فيه ماء يفوق فدي مشقة شديدة تمام وبالتالي أنا أعتبر فاقد الماء فهمنا الفكرة فالموضوع ده ما نتسهلش فيه طالما فيه ماء قريب أو أعرفه وصله أو يجيه لي أو أشتريه يبقى ما ينفعش أسمي نفسي فاقد الماء إلا لو يغلب على ظنيني لن أجد الماء إلى دخول الصلة التي تليها أو سأجده لكن بمشقة شديدة أو مثلا واحد فيه واحد بس بيبيع ماء وبيبيع غالية جدا خلاص أنا كده برضو كأني غير واجد الماء لو أنا ما أقدرش على تمنها طيب ده اللي اسمه الفقد الحقيقي إيه هو الفقد الحكمي بقى الفقد الحكمي هو أن أنت آآ تبقى الماء موجود لكن أنت ما تقدرش توسط عاجز عن استعماله عاجز عن استعماله وتحتامل احتمالات إما أن أنت مريض ننفعش تمس الماء زي ما قلنا في الإيه في المسح على الجبيرة تمام أو لو حطيت الماء على الجرح الدنيا تسوء أو الماء موجود بس عليه قطاع طريق وممكن لو رحت للماء أتقتل أو الماء موجود لكن فيه فيه أسود بتشرب من الماء وقاعدينه ومش عارف أوصل للماء بسببهم فده اسمه ماء موجود بس مش قادر أوصله إما لعاجز عن استعماله أو لعاجز عن الوصول ليه رغم وجوده بسبب قطاع طريق أو أسود أو كده فده بيسموه فقد حكمي أن أنت خايف من الضرر أو عاجز عن الوصول ليه لسبب ما ففي الحالتين اسمك فاقد ساعتها للماء في الحالتين يجوز لك أن أنت تتيمم تتيمم وبعد كده بيقول لنا التتيمم شروطه النية نوعينوي التطهر وكده رفع الحدث أن يكون مسلم لا يصح من كافر التتيمم طبعا لأنه عبادة العقل فلا صح من المجنون لأن المجنون مش مكلف أصلا التمييز تمييز يعني التمييز يعني يكون سنه سبع سنين وطالع مثلا تمييز يعني تمييز يعني ولد يقدر يميز الخير من الشر الواجب من المستحب العبادة من اللي مش عبادة بيفهم يعني يعني إيه عبادة يعني إيه واجب يعني إيه مستحب يعني إيه صلا يعني إيه خشوع يعني إيه تتيمم بيفهم مش بيقلد وخلاص لا هو بيفهم ده يسموه مميز فمجرد ما الولد بقى مميز تصح منه العبادة وتقبل بيقول تعزر استعمال الماء هنا بقى الكلام اللي هو إما لعدمه فلم تجدوا ماء فتأممه صعيدا طيبا ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير أو لخوف الضرر باستعماله اللي هو الفقد الحكمي إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفاء باستعمال الماء لقوله تعالى وإن كنتم مرضى حتى الآية بتقول وإن كنتم مرضى أو على سفر لأن مرضى تحتمل الفقد الحكمي السفر تحتمل الفقد الحقيقي ولحديث صاحب الشجة اللي هل قلت لكم رجل الموت فتحت وفي قوله قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال في الرواية إنما كان يكفيه أن يتيمم اللي هو دماغه مفتوحة ده فقد حقيقي ولا فقد حكمي كان فقد فقد حكمي لأنه ممنوع أنه يحط مياه على دماغه وإلا حيموت وبالفعل لما حط المياه مات للأسف بيقول كلام تاني حلو أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاج باستعمال الماء ممكن وعد فعلا في مكان الماء وعد في الجيش مثلا أو وقف حراسة في مكان الماء وصحرة أو مزارع واسعة والدنيا برد جدا جدا أحيانا الهوى بيوصل لدرجة فعلا فعلا لو حطيت ماء على جسمك ممكن يحصل لك حاجة لكن البرد المحدود اللي هو عادي ما حستحمل مش هو دوت أحيانا في بيوتنا والدنيا دفع شوية والماء سقعة شوية بس مش ده التاني فعلا يغلب على ظنه إن لو وضع على جسمه الماء فعلا يمرض أو يهلك تمام؟ وده وارد بيحصل في بعض الأماكن يعني وما عندوش وسيلة للتسخين لو عندو وسيلة للتسخين هنقول له ما لكش عزر سخن سخن الماء بالنار سخنها في غلاية سخنها بأي شكل سخن شغال أصلا ما لكش عزر لكن بيقول له الحالة كده ماء شديد البرودة هو عاجز عن التسخين ولازم يستعمله وهو عارف إنه لو يستعمله هتحصل مشكلة مرض أو هلاك أو كده في الحالة ديت برضو ده يعتبر فقد فقد حكمي وحنقول له يتيمم وموضوع ده حصل مع عمر بن العاص نفسه عمر بن العاص النبي عليه الصلاة والسلام جعله قائد على غزوة ذات السلاسل غزوة ذات السلاسل كان هو القائد عليها ومرة صح جنوب كان الدنيا برد موت وخاف فعلا إنه لو حطه ماء على جسمه يموت فكان هو القائد فصلى بالناس وهو جنوب يتيمم يعني طبعا وصلى بالناس وهو جنوب الصحابة راجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له عمر بن العاص عمل كده كده فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له سأله صليت بالناس وانت جونه بعمر قال يا رسول الله والله خشيته ان اهلك وذكرت قول الله تعالى تمام ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ميون رقم 6 ان يكون التيمم بقى بطراب طهور غير نجس طيبا دي يعني مش نجس اكيد طيب كالطراب الذي اصابه بول ده تراب نجس مناش دعو به طيب بيقول هنا شرط تخد بالك قال هنا الشرط لازم يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد ان وجده تراب له غبار يعلق باليد وهنا الفكرة اللي احنا قلنا هنرجع لها ايه هو الصعيد يعني صعيد معني صعيدا طيبا العلماء على تلت اقوال قول الاول الصعيد هو التربس التربس قول التاني الصعيد هو كل ما له كل ما يمكن ان يعلق باليد فيدخل فيه التراب الرملة تمام حتى لو عارف لو حائط لسه تحت البنى فيه اسمنت فيه عفرة يعني اي حاجة المهمة لقي على ايدي ايه حاجة في الاخر حتى لو حائط فيه مثلا طوب احمر وممكن طوب احمر ممكن لو مسحت كده حلاقي في ايدي يخرج منه يعني 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 اثر يقلاقي على ايدي اثر من من الحائط دوت المهم ان اي حاجة لقيها على ايدك وخلاص سواء تراب رملة اسمنت من حائط غبار المهمة يبقى فيه غبار في اليد وخلاص مش بيشترطوا التراب اي حاجة لها غبار يعلق باليد قول التالت ان ما يلزمش حتى الغبار ممكن تتيمم ولو بشيء املس زي حائط مثلا متبيض ونضيف جدا مفيش عليه غبار تمام فالبعض بيجيز القول التالت بيجيز التيمم باي شيء صعيد بيقوله الصعيد هو ما تصاعد على ظهر الارض يعني اي حاجة مرتفع عن ظهر الارض ينفع تتيمم بيها صخرة ملساء ينفع تتيمم بيها تمام مش بيشترطوا الغبار يعني فاحنا بنقول الانسان يعني يتدرج في الاقوال ديت اولا اذا اراد التيمم يبحث عن تراب عشان يبقى اي خد الاحواط اللي هو القول الاول فلو ما وجدش تراب يبحث عن اي شيء ممكن يبقى ليه غبار يعلق باليد رملة حائط متسخ اي حاجة يليه غبار يعلق باليد ما وجدش خالص لدي ولا دي ممكن بقى ياخد بالقول التالت ان هو يتيمم باي شيء صاعد على الارض زي حائط او شيء حتى صخرة ولو ما لساء فيخلي ده الاختيار الاخير لو ما لقاش لا التراب ولا لقاش شيء له غبار فالاصل عشان كده بصت هنا هو بيقول كالتراب له غبار يعلق باليد اين وجده كأنه هنا دلوقتي حيرجع يقول لنا ممكن تمشي رملة قال فإن لم يجد ترابا ها قال ايه تيمن بما يقدر عليه من رمل او حجر حتى اي حاجة اللي قولي تعالى فاتقوا لو ما استطعتم وقال الاوزاعي الرمل من الصعيد الرمل من الصعيد خد بالك وذكر انه رمل او حجر والحجر ده ومعلش املس صلى الله مش املس وكأنه عايز يقول لك ايه يعني نمشي واحدة واحدة حاولت لايه تراب ملقيتش تراب طيب طيب رمل حائط متسخ اي حاجة تعلق باليد ملقيتش لده ولا ده يبقى ايه حجر ولو حتى ايه يعني ملقيتش حاجة تعلق باليد مفيش مشكلة ممكن تتيمن به فيعني والله تعالى اعلم الامر فيه ساعة وفيه خلاف بين العلماء والخلاف يعني بيكون فيه ساعة عند الحاجة تمام وفعلا النمي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ايه جعلت لها الارض ومسجدا وطهورا الارض الارض طب ما الارض دي فيها الاملس واللي مش املس واللي عليه غبار واللي معلوش غبار يعني قول اللي هو توسعه برضو ليه وجهها ليه وجهها فخلينا نحاول يبقى فيه حاجة ولو حاجة بليها غبار يعلق باليد احتياطا ونخلي القول التالت دوت اللي هو عند العجز مثلا واحد في مستشفى وفي غرفة عناية و ما فيش بقى لا فيه تراب ولا غبار ولا اي حاجة بس جنبه حائط طبعا حائط نظيف خلاص في مستشفى حيعمل ايه فيتيامن بالحائط حتى لو كان نظيف معلوش غبار يعلق باليد هتدخل تراب ازاي في العناية مركزة هتدخل تراب ازاي او رمل المستشفى ممكن يكون صعب فساعتها نقول له خلاص خد بالقول التالت وتامن بالايه بالحائط اللي جنبك وخلاص طبعا لو عاجز عن استعمال الماء اللي هو العاجز اللي ايه الفقد الحكم يعني خلاص بيقول مسألة الثالثة مبطلات التامم يبطل التامم اي حاجة تبطل الوضوء ما هو خلاص وبدأ بدأ الوضوء كل اللي قلناه في مبطلات الوضوء يتقال في مبطلات الايه التاممم سواء الحاجات اللي بتسبب حدث اصغر او حدث ايه اكبر او النوم او 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 كل الحياة اللي قلناها تبطل الوضوء هي نفسها بتبطل الايه التاممم بيقول من الحياة اللي تبطل التامم موجود الماء يعني دلوقتي انا كنت كنت مش لاقي ماء فعلا او عاجز عن استعمالها فبعد كده واتيممت وصليت فبعد كده لقيت ماء فورا يبطل التامم يعني ويفاش تصلي بيه خلاص لازم تتلاقي عشان كفي الحديث فاذا وجد الماء فالسرعة فليمسه بشرته يبقى اذا وجد الماء حتى في المثال الشعبي يقول لك ايه اذا وجد الماء بطل التامم حتى الناس حفظها اذا وجد الماء بطل التامم فاذا وجد الماء فعلا بطل التامم يبطل التامم بوجود الماء او بزوال المانع يعني انا كنت فقد الماء فقد حكمي عشان فيه لصوص على الماء قطع طريق مشيو خلاص وانا اتيممت يبطل التامم كان فيه اسود مشيو يبطل التيمم كنت مريد وخفيت يبطل التيمم الدكتور اللي قالوه علاء ينفع تستعمل المية يبطل التيمم سواء وجدت الماء او ايه او او زال العزر اللي انا كنت بساعة حتى يعني صحيح ان حتى لو بيصلي لو اتيمم وبيصلي واحد دخل عليه بماء قال لو انا جبتلك مية يخرج من الصلاة ده الرجح يخرج من الصلاة ويتوضع ويرجع يصلي تاني وعشان كده قال نبرة ثلاثة زوال العزر اخيرا بيقول صفة التيمم كيف يتعمم بيقول ينوي احنا قلنا النية ويسمي زي الوضوء بسم الله ثم يضرب الارض بيديه كده بص ايدك كده ضربة كده يضرب الارض بيديه ضربة واحدة احنا بنعملها كم ثلاث مرات لا هي مرة واحدة بس شوف تيسير الشرع شوف الجماعة الاصلية ده غبار يعني هي مسألة تعبودية عشان كده حتى يقول لك خففها عشان مش المقصود ان انت تتسخ ده حاجة تعبودية بتقول يا رب انا عبد ليك انت امرتني وانا بطيعك وربنا يخفف عنك ان انت مش مقصود تتسخ فيقول لك انت تضرب الارض هي دربة واحدة وبعد كده لو لقيت الدنيا غبار كتير قوي خففه ممكن تخففه بتعمل كده تنفط شوية يعني وبعد كده ايه تمسح الوجه زي الوضوء مرة واحدة بس مرة وبعد كده اليدين لغاية هنا بس مش لغاية المرفقين برضو مرة واحدة الى الرزغين الحديث عمار قالت تيمم ضربة للوجه والكفين تيمم ايه؟ ضربة للوجه والكفين الحديث عمار نما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضهما عمل كده او عمل كده ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما واجههم خد بالك هنا في الرواية دي الرواية الاولانية قالت انه مسح الوجه قبل الكفين الرواية التانية انه مسح الكفين قبل الوجه والآية بتقول امسح وجوهكم وايديكم العلماء بيقولوا الواو لا تفيد الترتيب وفي رواية قالت انه مسح الوجه الاول ورواية قالت انه مسح الكف الاول فاذا المسألة هنا على التخير على التخير فلو مسح الوجه الاول قبل الكف صح لو مسح الكف الاول قبل الوجه صح وهي مرة واحدة لكن لو التزم زي الاية قاله وجوهكم وايديكم فخلى الوجه قبل اليد فهو احوض لكن عموما من المسألة وسعى دي قبل دي ماشي دي قبل دي ماشي فالترتيب مستحب الوجه الاول ثم الكفين ده مستحب لو نسى وعمل الكفين قبل الوجه يصح عشان فيه روايتين رواية كده ورواية كده تمام بس فده تقريبا الايه خلاصة المسائل اللي ذكرت فيه التيمم وبكده هنكون خلاصنا الايه الابواب الجميلة دي تقبل الله منكم صالح الاعمال ربنا علمنا اياكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد اولا انت استغفر كتب اليك السلام عليكم ورحمة الله